السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رابع اليوم رح نتعرف على نشيد بنت الأملي بنت الأملي هو نشيد كتبه مصطفى محمد عبد الفتاح وهو شاعر سوري كتب لنا هذا النشيد بداية من العنوان نلاحظ أن العنوان هو بنت الأملي أي بنت ما زال لديها الأمل هذه البنت يا رابع هي عبارة عن طفلة من ذوي الإعاقة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة فهي بنت صماء فقدت القدرة على السماء نبدأ الآن بقراءة هذا النشيد نادت أمي لم تسمعني عزفت أختي لم تطربني زقزق عصفور الجيران يرقص ما بين الأغصان لم أسمع لحن العصفور يعلو في فرح وسرور أذني يا صحبي صماء قلبي يملأه الإيمان لن أستسلم للأحزان رحت أراقب كل نهار منظر أوراق الأجار فإذا مالت أعرف أن الصوت حفيف وإذا رفرف جنحك نار وتحرك منه المنقار أدرك ما لحن التغريد تغريد يشد للعيد وإذا ابتسمت أمي الأغلى أعرف أن القلب يقول حضني مشتاق للضم فأجيب أحبك يا أمي بعد هذه القراءة سنتعرف الآن على الشرح مبسط لهذا النشيد بداية نادت أمي لم تسمعني بمعنى أن والدتها قد قامت بندائها والنداء عليها ولكنها لم تسمع نداء والدتها عزفت أختي بمعنى مارست هواية العزف والموسيقى ولكنها لم تطرب بنت الأمل لأنها لم تسمع ما عزفته أختها زقزق عصفور الجيران زقزق بمعنى أغرد عصفور الجيران يرقص ما بين الأغصان العصفور هنا يغرد ويلحن ويغني ولكن أيضا بنت الأمل لم تسمع هذا الصوت وهذا الغناء لم أسمع لحن العصفور يعلو في فرح وسرور قالت لنا بأنها لم تسمع هذا اللحن وهذا الغناء اللحن هو غناء العصفور وتغريدة ما السبب برأيكم يا رابع؟ هنا أجابتنا قذني يا صحبي صماء صماء أي فاقدة للقدرة على السماء فهي من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة قلبي يملأه الإيمان قلب هذه الفتاة مليء بالإيمان وهي هنا تقول لن أستسلم للأحزان هذه الفتاة لديها قوة الإرادة فهي لن تستسلم لأنها فتاة لا تسمع رحت أراقب كل نهار رحت بمعنى ذهبت أراقب أشاهد كل نهار منظر أوراق الأشجار هي الآن تستخدم حاسة البصر لديها وتراقب النهار وضوء الشامس والأشجار والأوراق فهي هنا لم تستسلم لأنها فتاة لا تسمع تقول فإذا مالت إذا مالت أوراق الأشجار هي أعرف أن الصوت حفيف الحفيف وهو صوت أوراق الشجر فهي تعرف من حركة أوراق الأشجار أن الصوت يدل على حفيف الأشجار وإذا رفرف جنح كنار تقصد الآن بأن الطيور إذا رفرفت أجنحتها أي حركتها الجنح وهي الأجنحة الكنار وهو نوعا من الطيور وهي هنا لربما قصدت جميع أنواع الطيور وتحرك منه المنقار أي بدأت هذه الطيور بتناول طعامها أو بدأت هنا بالتغريد والغناء أدرك ما لحن التغريد أدرك بمعنى أعرف ما هو لحن التغريد أي من الحركة التي شاهدتها تبين لها أن هذه الطيور تغرد تغريد يشد للعيد هنا المقصود بالتغريد بأن هذا الصوت الجميل هذا صوت الغناء وكأنه صوت يغني للإنذار بقرب العيد فهي قصدت بالتغريد الصوت الجميل وأرادت أن تعبر بهذا التغريد عن العيد وإذا ابتسمت أمي الأغلى إذا شاهدت والدتها تتبسم وتبتسم فهي تعرف أن قلبها يقول لها بأن حضن والدتها مشتاق للضم فهي تركض الآن لوالدتها من أجل أن تضمها وتحضنها فتجيب والدتها عندما تبتسم لها أحبك يا أمي وهنا قامت بحضنها والاقتراب من والدتها فهي طفلة تملك الإرادة القوية التي جعلتها رغم ما تعاني منه ولكنها تتبسم للحياة وهي فتاة سعيدة إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الشرح المبسط لنشيد بنت الأمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته